بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط في مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الثالث درسنا لهذا اليوم مساحة أشكال مركبة الجزء الأول من هذا الدرس معلمكم الأستاذ علي عبدالله العنبر وزميلي في الوطني شارع أستاذ بدر ناصر الحمود إذن موضوع درسنا هو مساحة أشكال مركبة الجزء الأول من هذا الدرس فكرة الدرس أجد مساحات أشكال مركبة إذن فكرة درسنا نجد مساحات أشكال مركبة المفردات التي يحتويها هذا الدرس الشكل المركب استعد سباحة يبين الشكل أبعاد بركة سباحة لدينا هذا الشكل يبين أبعاد بركة سباحة السؤال الأول صف شكل البركة نريد أن نصف شكل هذه البركة لدينا هذه البركة نعم على شكل هنا مستطيل ولكن هنا مدخل هذه البركة نعم على شكل ماذا؟ شكل شبه منحرف إذن البركة مستطيلة الشكل مدخلها على شكل شبه منحرف هذا هو المدخل الذي يمثل شبه منحرف إذن هذه البركة مستطيلة الشكل ومدخلها شكل شبه منحرف السؤال الثاني كيف تحسب مساحة قاع البركة؟ كيف نحسب مساحة قاع البركة؟ إذا أردنا أن نحسب مساحة قاع البركة نوجد أولا مساحة هذا المستطيل وكذلك نضيف إليه هذا المدخل والذي يمثل شبه منحرف نوجد مساحة شبه منحرف ومن ثم نجمع حاتين مساحتين وتمثل لنا مساحة قاع البركة إذن نجد مساحة المستطيل ومساحة شبه منحرف ثم أجمعهما نعم معاً الشكل المركب هو شكل مكون من مثلثات وأشكال رباعية وأنصاف دوائر وأشكال أخرى ثنائية الأبعاد إذن الشكل المركب شكل مكون من مثلثات وأشكال رباعية وأنصاف دوائر وأشكال أخرى ثنائية الأبعاد كما في هذين الشكلين أمامنا هذا الشكل يتألف من مستطيل ومثلث الشكل الآخر هنا يتألف من ماذا؟ نعم يتألف من شبه من حرف ونصف دائرة لحساب مساحة الشكل المركب قم بتجزئته إلى أشكال تعرف مساحاتها ثم أحسب تلك المساحات واجمعها إذا كان هذا الشكل المركب ونريد أن نحسب مساحة هذا الشكل نقوم بتجزئته إلى ماذا؟ قمنا بتجزئته هنا إلى مستطيل وإلى مثلث نحسب مساحة المستطيل ونحسب مساحة المثلث ثم نجمحاتين المساحتين وتعطينا مساحة الشكل المركب وكذلك الشكل الآخر نقوم بتجزئته إلى ماذا؟ تجزاء إلى شبه من حرف وإلى نصف دائرة نقوم بحساب مساحة شبه من حرف وكذلك حساب مساحة نصف الدائرة ومن ثم نجمع هاتين المساحتين وتعطينا مساحة الشكل المركب لدينا مثال حساب مساحة شكل مركب المثال الأول أحسب مساحة الشكل المجاور هذا الشكل المجاور أمامنا نريد أن نحسب مساحته وهو شكل مركب يمكن تجزئة هذا الشكل إلى مستطيل ومثلث نقوم بتجزئته هذا هو المثلث والشكل المتبقي في الأسفل هو ماذا؟ هو المستطيل هنا يمثل المستطيل وهذا الشكل بالأول الأصفر يمثل ماذا؟ المثلث إذن قمنا بتجزئة الشكل إلى مستطيل ومثلث ولكي نحسب مساحة هذا الشكل المركب نجد مساحة المستطيل ومن ثم نجد مساحة المثلث ونجمع هاتين المساحتين لتعطينا مساحة الشكل المركب كاملا أحسن مساحة كل منهما هذين المستطيل والمثلث مساحة المستطيل كما هو واضح لنا أبعاد هذا المستطيل هنا 10 سنتيمتر وهنا 6 سنتيمتر إذن مساحة المستطيل هو حاصل ضرب الطول في الأرض نعم 10 في 6 وتساوي 60 إذن المساحة المستطيل وتمثل بالرموز كتبنا ميم واحد هي 60 الآن مساحة المثلث نحن نعرف أن مساحة المثلث هي نصف القاعدة في الارتفاع لدينا قاعدة المثلث نعم 10 ناقص 6 وتساوي 4 سنتيمتر لأن هذا الظلع كاملا طوله 10 لأنه مطابق لهذا الظلع هنا البعد لدينا 6 سنتيمتر إذن المتبقي هنا ما يضع يمثل نعم يمثل 4 سنتيمتر وهي تمثل قاعدة المثلث أما ارتفاع المثلث وهو 4 سنتيمتر أيضا إذن نعوض نصف ضرب 4 ضرب 4 حيث أن القاعدة هنا 4 سنتيمتر والارتفاع 4 سنتيمتر الآن نبسط نصف ضرب 4 ضرب 4 سوف تكون إجابة تساوي 8 الآن مساحة الشكل نجمع هاتين المساحتين 60 زائد 8 نعم وتساوي 68 سنتيمتر مربع إذن مساحة الشكل كاملا 68 سنتيمتر مربع إذن في هذا المثال قمنا بتجزئة الشكل إلى شكلين يبسط حساب مساحتهما وهو مثلث ومستطيل قمنا بحساب مساحة المستطيل ومن ثم أوجدنا مساحة المثلث ومن ثم قمنا بجمع هاتين المساحتين والتي تمثل المثلث أو الشكل كاملا لدينا تحقق من فهمك احسب مساحة كل من الشكلين الآتيين السؤال ألف لدينا هذا الشكل نريد أن نحسب مساحته هذا الشكل نستطيع أن نجزئه إلى ماذا؟ نعم نستطيع أن نجزئه إلى مثلث ومستطيل إذن هذا الضلع سوف يكون طوله أربع سنتيمتر لماذا؟ لأن هنا الضلع كاملا طوله 12 متر هذا الضلع سوف يكون طوله أيضا 12 إذن هذا سوف يكون المتبقي من بعد طرح 12 ناقص 8 سوف يكون أربع متر إذن نحسب المساحة للمثلث ونحسب مساحة ماذا؟ المستطيل هذا أيضا الارتفاع للمثلث يمثل ماذا؟ يمثل 6 متر يمثل 6 متر مساحة المثلث هي نصف القاعدة في الارتفاع القاعدة لدينا أربعة والارتفاع نعم ستة نصف في أربعة في ستة ما هو حاصل الضرب؟ نعم حاصل الضرب هو 12 متر مربع وهي تمثل مساحة المثلث الآن نوجد مساحة المستطيل مساحة المستطيل لدينا أبعاد المستطيل كما هو ظاهر أمامنا هنا 12 متر وأربعة متر إذن المستطيل لإيجاد مساحة هو حاصل الضرب الطول في العرض الطول في العرض الطول 12 والعرض 4 ما هو حاصل ضرب 12 في أربعة؟ نعم حاصل ضربها 48 متر مربع إذن الآن نقوم بجمع هاتين المساحتين مساحة الشكل كاملا هي منها تجمع المساحتين 12 زائد 48 نعم تساوي 60 متر مربع وهي تمثل مساحة الشكل المركب كاملا أيضا في التحقق من فهمك احسب مساحة كل من الشكلين الآتيين الشكل الثاني في السؤال باء لدينا هذا الشكل نريد أن نحسب مساحته هذا الشكل نستطيع أن نجزئه إلى ماذا؟ نعم نستطيع أن نجزئ هذا الشكل إلى نصف دائرة ومستطيل يتجزئ إلى نصف دائرة ومستطيل لدينا نصف الدائرة هنا نعم طول قطرها 6.7 من 10 سنتيمتر لأن هذا الضلع كاملا طوله 2.9 من 10 وهنا نطرح منها 2.5 سوف يتبقى لدينا 6.7 من 10 سنتيمتر هذا يمثل طول القطر إذن مساحة نصف الدائرة نعم هي نصف ضرب طاء ضرب نقل التربية باعتبار أن طاء 3.4 من 100 ونصف القطر لدينا هو 3.35 من 100 لماذا؟ لأن القطر كاملا هو 6.7 من 10 إذن نصف القطر هو 3.35 من 100 مرفوع للقوة 2 الآن نحسب حاصل الضرب نصف ضرب 3.14 من 100 ضرب 3.35 من 100 للتربية نعم سوف تكون الإجابة هي 17.6 من 10 سنتيمتر مربع وتمثل مساحة نصف الدائرة الآن نوجد مساحة المستطيل المستطيل كما هو واضح لدينا أبعاده 9.2 من 10 سنتيمتر وهنا 1.5 سنتيمتر إذن لحساب مساحة المستطيل الطول في العرض لام في عين الطول 9.2 من 10 والعرض هو 1.5 ما هو حاصل ضرب 9.2 من 10 في 1.5؟ نعم من حصل منكم على 13.8 من 10 سنتيمتر مربع فإجابته صحيحة الآن لإيجاد مساحة الشكل كاملا الشكل المركب نعم نقوم بجمع هاتين المساحتين مساحة نصف الدائرة ومساحة المستطيل نجمعهما نعم 17.6 من 10 زائد 13.8 من 10 ما هو ناتج الجمع؟ نعم من حصل منكم على 31.4 من 10 سنتيمتر مربع فإجابته صحيحة إذن هذه المساحة تمثل مساحة الشكل كاملا إذا في هذا السؤال قمنا بتجزئة الشكل المركب إلى نصف دائرة ومستطيل أوجدنا مساحة نصف الدائرة على حدة ومن ثم أوجدنا مساحة المستطيل على حدة ومن ثم قمنا بجمع هاتين المساحتين لنوجد مساحة الشكل المركب كاملا لدينا تأكد السؤال يقول احسب مساحة كل من الأشكال الآتية وقرب الناتج لأقرب عشر إذا لازم الأمر السؤال الأول لدينا هذا الشكل نريد أن نحسب مساحة هذا الشكل هذا الشكل الظاهر أمامنا نستطيع أن نجزئه نجزئه إلى ماذا؟ نعم نجزئه إلى مستطيلين تجزئ إلى مستطيلين إذن هنا في المستطيل هذا أبعاده سبع متر وهذا أربع متر أما في هذا المستطيل لدينا هنا البعد كاملا أربعة عشر متر إذا طرحنا منها سبع متر هنا متبقي سوف يكون طول هذا الظلع ماذا؟ نعم يكون طول هذا الظلع نعم يكون طوله سبع متر إذن سوف نحسب مساحة هذا المستطيل أبعاده أربع متر وسبع متر نعم الطول في العرض طوله سبعة وعرضه أربعة ما هو حاصل الضرب أربعة في سبعة أو سبعة في أربعة؟ نعم حاصل الضرب يساوي ثمانية وعشرين متر مربع هذا مستطيل باللولة الأخضر الآن نوجد مساحة هذا المستطيل هذا المستطيل أبعاده نعم 12 متر و 7 متر إذن لحساب مساحة المستطيل هو الطول في العرض لام في عين لام الطول وهي 7 متر والعرض 12 متر ما هو حاصل ضرب 7 في 12؟ نعم من حصل منكم على 84 متر مربع فإجابته صحيحة الآن لإيجاد مساحة الشكل كاملا الشكل المركب وهو يتألف المستطيلين كما جزناها نعم نوجد أو نجبع مساحة الشكلين 28 متر مربع و 84 متر مربع ما هو ناتج الجمع؟ 28 زائد 84 نعم من حصل منكم على 112 متر مربع فإجابته صحيحة أيضا في تأكد السؤال يقول احسب مساحة كل من الأشكال الآتية وقرب الناتج إلى أقرب عشر إذا لازم الأمر السؤال الثاني نريد أن نحسب مساحة هذا الشكل الظاهر أمامنا هذا الشكل الظاهر أمامنا نستطيع أن نجزعه إلى أشكال هندسية نستطيع أن نوجد مساحاتها هذا الشكل نصف دائرة والمتبقي منه مستطيل هنا لدينا سوف يكون نصف قطر الدائرة كما هو موضح أمامنا هنا أن هذا البعد هنا من هنا إلى هنا 6 سنتيمتر وهو يمثل قطر الدائرة كاملا إذن نصف القطر هو 3 سنتيمتر إذن لنوجد مساحة نصف الدائرة نصف الدائرة لإيجاد مساحتها هو نصف ضرب طا ضرب نقل للتربية باعتبار أن طا ثلاثة واربعة عشر من مئة قيمتها ونصف القطر لدينا ثلاثة للتربية الآن لنحسب حاصل هذا الضرب نصف ضرب ثلاثة واربعة عشر من مئة ضرب ثلاثة للتربية سوف تكون الإجابة نعم أربعة عشر وثلاثة عشر من مئة سنتيمتر مربع الآن نحسب مساحة المستطيل لدينا المستطيل أبعاده كما هي واضحة أمامنا في الشكل ستة سنتيمتر وخمسة عشر سنتيمتر إذن لحساب مساحة المستطيل حاصل ضرب الطول في العرض لام في عين لام هي خمسة عشر طوله وعين هي عرضه ستة سنتيمتر ما هو حاصل الضرب خمسة عشر في ستة؟ نعم من حصل منكم على تسعين سنتيمتر مربع فإجابته صحيحة الآن لإيجاد مساحة الشكل كاملا نعم سوف نقوم بماذا؟ نجمع هاتين مساحتين مساحة نصف الدائرة هذه نصف الدائرة ومساحة المستطيل نجمع هاتين مساحتين نعم أربعة عشر وثلاثة من مئة زائد تسعين ما هو ناتج الجم؟ نعم ناتج الجم هو مئة وأربعة وثلاثة عشر من مئة سنتيمتر مربع وبالتقريب إلى أقرب عشر هي مئة وأربعة وواحد من عشرة سنتيمتر مربع في تدرب وحل المسائل احسب مساحة كل من الأشكال آتية وقرب الناتج إلى أقرب عشر إذا لازم الأمر السؤال السادس لدينا هذا الشكل نريد أن نحسب مساحة هذا الشكل الظاهر أمامنا نستطيع حساب مساحة هذا الشكل بعد أن نجزئه لنجزئه؟ هنا نجزئه هذا الشكل عبارة عن مثلث ويتبقى لديه ماذا؟ يتبقى لديه مستطيل إذن الشكل يتألف من شكلين بسيطين وهم مثلث ومستطيل هذا المثلث هنا لدينا ارتفاع المثلث خمسة سنتيمتر لماذا؟ لأن البعد الظاهر هنا هنا البعد كاملا خمسة عشر أما طول هذا الظلع هو عشر سنتيمتر الفرق بينهما هو المتبقي لهذا الظلع وهو خمسة سنتيمتر إذن نحسب بساحة هذا المثلث نعم هو نصف القاعدة في الارتفاع قاعدة المثلث طولها كم؟ هذه هي القاعدة؟ نعم طولها نصف هذا الظلع سبعة سنتيمتر إذن القاعدة سبعة الارتفاع نعم خمسة سنتيمتر ما هو حاصل هذا الضرب؟ نصف ضرب سبعة ضرب خمسة نعم من حصل منكم على سبعة عشر ونصف سنتيمتر مربع فإجابته صحيحة هذه هي مساحة المثلث يتبقى لدي أن وجد مساحة ماذا؟ وجد مساحة المستطيل المستطيل كما هو ظاهر هنا في الشكل أبعاده عشر سنتيمتر وسبعة سنتيمتر إذن لحساب مساحة المستطيل هو حاصل ضرب الطول في العرض الطول لدينا عشرة والعرض سبعة ما هو حاصل ضرب عشرة في سبعة؟ نعم بسيطة حاصلها سبعين سنتيمتر مربع الآن لإيجاد مساحة الشكل كاملة نقوم بباذا بجمحاتين مساحتين مساحة المثلث ومساحة المستطيل والتي تمثل مساحة الشكل المركب كاملة نجمع المساحتين نعم سبعة عشر ونصف زائد سبعين نعم الإجابة هي سبعة وثمانين ونصف سنتيمتر مربع أيضا في تدرب وحل المسائل احسب مساحة كل من الأشكال الآتية وقرب الناتج إلى أقرب عشر إذا لازم الأمر لدينا هذا الشكل في السؤال سبعة نريد أن نحسب مساحة هذا الشكل هذا الشكل نستطيع أن نجزه إلى شكلين أبسط ونوجد مساحة كل شكل منهما نجزه إلى مستطيل وماذا شبه منحرف لدينا هذا البعد يمثل أربعة متر لماذا؟ لأن هنا البعد كاملا هو ماذا؟ ثمانية متر ونصفه هنا أربعة إذن يتبقى لدينا هنا أربعة متر نحسب مساحة المستطيل مساحة المستطيل هي حاصل ضرب الطول في العرض وكما هو واضح أمامنا الطول ثمانية وعرض المستطيل أربعة وحاصل ضرب ثمانية في أربعة نعم يساوي 32 متر مربع الآن نوجد مساحة شبه المنحرف مساحة شبه المنحرف هي نصف الارتفاع في مجموع قاعدتين لدينا ارتفاعه يمثل أربعة متر القاعدة الأولى ثمانية والقاعدة الثانية هي خمسة وثلاثة من عشر كما هو واضح أمامنا في الشكل الآن نبسط نصف ضرب أربعة ضرب ثمانية زائد خمسة وثلاثة من عشر نعم سوف نجد أن الإجابة تساوي 26 وستة من عشر متر مربع الآن لإيجاد مساحة الشكل كاملا نقوم بجمع ماذا؟ نجمع هاتين المساحتين التي أوجدناهما المساحة الأولى للمستطيل الذي قمنا بتجزعته والمساحة الأخرى لشبه المنحرف وهو الشكل في الأعلى نجمع المساحتين نعم 32 زائد 26 وستة من عشر نعم تساوي 58 وستة من عشر متر مربع وهي مساحة الشكل المركب كاملا أيضا في تدرب وحل المسائل احسن مساحة كل من الأشكال الآتية لدينا هذا الشكل ونقرب الناتج إلى أقرب عشر إذا لازم الأمر نستطيع في هذا الشكل في السؤال ثمانية أن نجز الشكل إلى شكلين يسهل حساب مساحتهما يستكوم من نصف دائرة وماذا؟ ومستطيل نصف الدائرة هنا لدينا نصف قطرها هو ثلاثة ونصف ديسيمتر لماذا؟ لأن هنا هذا يباعتبار أن هذا القطر كاملا طوله سبعة ديسيمتر إذن نصف القطر هو ثلاثة ونصف ديسيمتر هنا لدينا هذا البعد هو خمسة ديسيمتر إذن نحسب مساحة نصف الدائرة والتي تساوي نصف ضرب طا ضرب نقل للتربية طا باعتبار أن قيمته ثلاثة واربعة عشر ممية ونصف القطر هو ثلاثة ونصف للتربية الآن ما هو حاصل الضرب؟ نصف ضرب ثلاثة واربعة عشر ممية ضرب ثلاثة ونصف للتربية سوف نجد أن حاصل الضرب بعد التبسيط هو تسعة عشر واربعة عشر من ممية ديسيمتر مربع الآن نوجد مساحة المستطيل لدينا أبعاده الطول في العرض الطول سبعة كما هو واضح أمامنا والعرض هو خمسة ديسيمتر حاصل ضرب سبعة في خمسة؟ نعم ساوي 35 ديسيمتر مربع لإيجاد مساحة الشكل المركب كاملا نجمع هاتين المساحتين مساحة نصف الدائرة ومساحة المستطيل نعم نقوم بالجمع 19.24 زائد 35 نعم سوف تكون الإجابة هي 54.24 ديسيمتر مربع وبالتقريب إلى أقرب عشر نعم سوف تصبح المساحة 54.2 ديسيمتر مربع في هذا اليوم تعلمنا أن الشكل المركب هو شكل مكون من مثلثات وأشكال رباعية وأنصاف دوائر وأشكال أخرى ثنائية الأبعاد كما في هذا الشكل أمامنا أو هذين الشكلين هذا الشكل يتكون من ماذا؟ يتكون من مستطيل ومثلث الشكل الآخر هذا الشكل المركب يتكون من شبه منحرف ونصف دائرة أيضا في هذا اليوم تعلمنا أنه لحساب مساحة الشكل المركب قم بتجزئته إلى أشكال تعرف مساحاتها ثم يحسب تلك المساحات واجمعها كما في هذين الشكلين نجزئ الشكلين إلى مستطيل نستطيع أن نحسب مساحته وكذلك المثلث نستطيع أن نحسب مساحته ومن ثم نجمع هاتين مساحتين لكي نوجد مساحة الشكل المركب كذلك في الشكل الآخر نستطيع أن نجزئه إلى شبه منحرف نستطيع أن نوجد مساحته وكذلك إلى نصف دائرة نستطيع أن نوجد مساحتها ومن ثم نقوم بجمع هاتين مساحتين لتعطينا مساحة الشكل المركب كاملا إلى هنا يا أحبتي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر